السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في هذا الدرس سنتعرف على شغلة أساسية ومهمة لأي مدير النظام أو بمعنى أصلاح نقدر تقول إنها مهارة كلما زادت قوة عن مدير النظام كلما كان مدير النظام هذا أقوى على وهي شلون نتعامل مع ملفات Log Files أو شلون نتعامل مع رسائل اللي يبغي يوصلنا إياها النظام في كثير من الأحيان نحن نستخدم جهاز الحاسب الآلي السيرفرات الأشياء هذه كلها نحتاج إلى طريقة الفهم الرسائل اللي تطلع منه طيب عشان أنا أفهم الرسائل أنا ما راح أكون معاه طول الوقت صح ولا لا فبالتالي أنا أحتاج إلى مكان يحتفظ بالرسائل اللي تظهر من البرنامج أو من البرامج اللي عندي أو من نظام التشغيل أثناء عملها وبالتالي تساعدني إن أنا أفهم وش المشاكل اللي ممكن تواجه النظام اللي عندي فواحد من الخيارات هذه شيء نحن نسميه السيس لوك وهذا بروتوكول موجود ومعروف وقديم يعني نحن نتكلم عن من الثمانينات من 1980 أو شيء زي كده تمام فالنوع هذا على الغالب في ممكن لها أكثر من خيار أو لها أكثر من طريقة لكن أشهر الطرق اللي موجودة أن يكون أنا عندي سيرفر نحن نسميه السيس لوك سيرفر وجميع الأجهزة اللي موصلة عندي بالشبكة يكون موصلة بالسيرفر هذا بحيث أن الأخطاء اللي تسير على كل جهاز من الأشياء هذه أو بعض التعريفات اللي أنا أبغاه أن يراقب لي إياها في حال حدوث أي خلال راح يوجهها إلى هنا لكن إحنا في الدرس هذا ما راح نتعرف على موضوع شلو نفعل على السيرفر أو غيرها لأن زي ما قلنا السيس لوك هذا شغال أصلا على الكلاينت على الجهاز العادي وممكن تشغيله على بيئة السيرفر تمام؟ ففكرة السيس لوك هو مكان يجمع فيه رسائل اللي تظهر من أجزاء السيستم المحدة اللي موجودة عندنا هذا أبسط صورة بالنسبة له طبعا في أنظمة اللينكس الحديثة معت في أحد الآن يستخدم السيس لوك لأن زي ما قلنا يعتبر قديم الآن فيه كثير من الخيارات المتاحة لكن أهمها الآن فيه شيء اسمه R Sys Log والثاني الظاهر اسمه Sys Log N G طبعا NG اختصار ل Next Generation وعلى الغالب أغلب الآن أنظمة الحديثة تستخدم هذا خاصة نحن لما نجد نتكلم عن أنظمة على مستوى الشركات وكذا فهم يستخدمون التركيبة هذه لكن على الأجهزة الشخصية الغالب بدنا بنلقى R Sys Log فهنا مثلا Sys Log D أو الديمن الموجود ممكن بيكون عندنا بدل Sys Log بيكون R Slog بنشوفه بدل الله تعالى مع بعض تمام المكان اللي فيه التعريف أو منف التعريف هذا اللي احنا نسميه Sys Log D.conf اللي هو دائما يكون الـ Configuration وعندنا هنا بعض الـ Configuration الخاصة به اللي احنا معرفين عليها لكن الشغلة المهمة والأساسية هنا هو شلون احنا نتعامل مع الملفات أو شلون احنا نعرفها أو شلون نقرأ ملفات الـ Configuration اللي موجودة مهم جدا نحنا نعرف أن دائما المدخلات اللي موجودة في Sys Log يكون لها التركيبة التالية عندنا التركيبة أو الجزء الأول الـ Facility الجزء الثاني الـ Level وجزء الثالث الـ Destination خليني أبدأ أنا من الثالث الثالث يقول لك لو حصل مشكلة فيه التركيبة هالي اللي موجودة هنا وانتو بغاني أحفظ الرسائل اللي تظهر منها هنا نحطها في Destination فدائما Destination مكان حفظ الرسائل تمام؟ فهذا اللي هو Destination طيب الـ Level في شيء نسميه Severity Severity معناه مستوى الخطورة أو درجة خطورة الرسالة هذه هل أو خلينا بعض الأحيان نسمونها درجة خطورة وبعض الأحيان نسمونها الأهمية حقتها فأنا مثلا ممكن أقول فيه رسائل ممكن جيني بسبب خطأ فيه رسائل تحذيرية فيه رسائل تنبيهية فيه رسائل حتى أحيان يقول لك أن السلسل خلاص ما عدا تشتغل فهذا دائما نحن نسميه اللي هو الـ Level وراح نتعرف الآن على التفاصيل حكتها عندنا اللي بعده اللي هو الـ Facility الـ Facility هو هم سمينا الـ Facility أو يطلق عليها العرف أنها Facility لكن فعليا نحن أقدر أسمي الـ Facility هو Source حق المسج اللي عندك يعني وين مكان منشأ اللي هو المسج هذه فهنا عندنا الـ Facilities اللي موجودة اللي معرفة مسبقا فيه السلوك واللي تقدر تضيف أنت اللي عندك فيه عندنا الـ Kern اللي هو اختصار Kernel الـ User من User معين الميل الـ Printer الـ Daemon الـ Daemon هذه مفهوم موجود داخل أنظمة اللينيكس وهو عبارة عن برنامج يستمع لأي اتصال جاي من عندنا فمثلا لو أنا عندي جهاز والجهاز هذا مخليه عبارة عن صفحة أو خلينا نقول ويب سيرفر فعلى الغالب لا بد أن يشغل ويب سيرفر ديمان هنا الـ Daemon هو البرنامج اللي يشتغل مع بداية تشغيل الجهاز ويوقف بيقاف جهاز التشغيل هنا الآث معناه الـ Authentication الـ FTP هو الـ FTP سيرفر أو الـ FTP بروتوكول اللي موجود عندنا الكرون اللي هي الكرون تاب اللي احنا درسناها سابقا هنا الـ Severity Levels الـ Emergency لما يجي يكون عندنا نوع الرسالة Emergency معناه أن السيستم عندي غير قابل للاستخدام أصلا الـ Alert تحذير ويتطلب تدخل مباشر Critical هنا معناه أنه فيه عطل في أحد أنظمة أو أحد مكونات الجهاز فبالتالي الجهاز شغال لكن ما هو شغال بالشكل الصحيح الـ Error هذا الأخطاء واللي على الغالب يكون يكون على الغالب أخطاء من البرامج التشغيلية وهنا تحذير أو الـ Warning معناه أن النظام عندي شغال لكن ترى فيه تحذيرات لابد أن تنتبه لها ممكن ما تأثر على الأداء لكن لازم أن تنتبه لها النوتس هنا هذه تنبيهات عامة يعني إن بغي تسويها فممكن تزيد من كفاءة السيستم لكن ما سوتها ما تأثر على الأداء العام الـ Info على الغالب معلومات عن العمليات التي تمت لا بالضرور أنها تكون تطلب حتى تدخل لكن دعنا نقول إشعارات اختار أو أننا مثلا ترصار العملية هذه أو تم تنفيذ العملية هذه الـ Debug هذه الرسائل التي تظهر أثناء محاولة أننا نتتبع وين مشاكل اللي موجودة None طبعا هذه معناه Ignore للفسائل على سبيل المثال لو جينا مثلا ونقلنا الآن user dot none الحالة هذه ممتاز أنا ما راح أوثق أو ما راح أسوي أي شي تعلق بالuser ليش أني أنا اخترت النوع None لو جيت وقلت الميل مثلا خلينا نقول emergency معناه أن الميل عندي ما هو بشغل أبدا منتي لو قلت مثلا الميل info هذا راح أعطيني تنبيهات عن على قولهم أي شي يصير بخصوص الميل الرحيطينية فدائما على الغالب نشوف أشياء بالشكل هذا في السلوك أو هذه طبيعة الأشياء الموجودة في السلوك دعني بس نشوف المثال هذا لأنه مهم جدا نحن نفهم وش الفكرة هنا الفكرة الموجودة عندنا هنا يقول لك دائما نقراه مهم جدا دائما قسمة إلى ثلاثة ما دي عندنا شيء بالشكل هذا أو شيء يسمى بالشكل هذا هو يحط ها كمتغيرات موجودة ما سأدخل في التفاصيل بالشكل اللي موجود عندنا هنا لكن مهم جدا نحن نعرف أن هذه الصيغة العامة أو المكان العام اللي في ملفات السلوك وزي ما قلنا الآن في نظام مثلا تشغيل الانكس اللي يموجد في اللي هو الار السلوك تمام في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون ميت إزي